صباح الخير شباب جتنا رسائل كتير على بريض الصفحة عب تشتكي من الراوتر التيبي لينك التسعة الاف وتسعمية وستين عم يخبرونا انه الراوتر عم يعلق كتير الراوتر عب يصفون عم يجمد احيانا الوايرلس ما عب توصل لكل مكان بالبيت احيانا بيفصل الوايرلس عن بعض الموبايلات وموبايلات بتظل شابكة طب شو سبب هال المشكلة؟ صراحة المشكلة بالسوفت وير الخاص بهذا الراوتر وهلأ لحنا بهذا الفيديو رح نتعرف على طريقة عمل فريم وير او سوفت وير للراوتر بشكل عام وتحديث السوفت وير الخاص فيه ننتقل بالبداية لجهاز الكمبيوتر وطبعا انا بفضل لما اعمل تحديث لأي راوتر للسوفت وير الخاص فيه يكون هذا التحديث عن طريق جهاز الكمبيوتر بنتقل لأي متصفح انترنت عندي على جهاز الكمبيوتر وبفوت على عنوان الراوتر 192 168 1 1 تطلع لصفحة تسجيل الدخول لواجهة الراوتر بادخل كلمة المرور الخاصة بالراوتر اللي عندي اللي هي الادمين واللي هي الديفولت لراوترات تيبي لينك بضغط على لوجين تطلع لصفحة البرمجة الرئيسية تبع الراوتر بنتقل عن تبويب او صفحة Advanced المتقدم ضمن القوائم اللي عندي على اليسار بنزل للأسفل في عندي System Tools بنهاية الصفحة داخل تبويب System Tools في عندي Framework Upgrade منلاحظ انه هذا هو رقم البرجن الخاص بالفريموير اللي موجود حاليا ضمان الراوتر وفي عندي طريقتين لأعمل Update لهذا الراوتر اما عن طريق الراوتر نفسه منلاحظون في عندي Check for Upgrades وطبعا هون لازم يكون الراوتر متصل بالانترنت يعني لازم يكون في عليه إعدادات متصل بالانترنت والانترنت شغالة عليه وفي عندي كذلك الأمر Local Upgrade Local Upgrade هو عملية تحديث للسوفتوير الخاص بهذا الراوتر او الفريموير الخاص بهذا الراوتر ولكن Offline يعني بدون وجود انترنت على الراوتر طريقة سحب الفريموير او السوفتوير الخاص بهذا الراوتر بسيطة جدا عن طريق موقع T-Bling بفتح اي متصفح انترنت عندي وبحث داخل جوجل عن T-Bling 9,960 فريموير وبأخذ اول نتيجة بالبحث بينقلني لموقع T-Bling و لصفحة الراوتر اللي موجود عندي وطبعا اكيد بتأكد من الراوتر الخاص بالراوتر اللي عندي انه هو 1.20 طبعا فيه فيرجن قديم اللي هو الراوتر واحد طبعا هذا راوتر قديم نوعا ما ولكن الراوتر الحديث اللي عم نتحدث عنه هو 9,960 الفيرجن الخاص فيه هو 1.20 بنزل لتحت شوي بالصفحة وفي عندي عبارة فريموير بعد ما ضغطت على فريموير رح يعطيني السوفتويرات الخاصة براوتر T-Bling 9,960 وأكيد انا رح قوم بتحميل احدث سوفتوير اللي ظهر بـ 19.03.2024 واذا كنت شايف هذا الفيديو بعد فترة وظهر سوفتوير احداث اكيد رح تنزل انت السوفتوير الاحداث بعمل داونلود من هذا المكان وبينزل عندي الفريموير على شكل مجلد مضغوط عندي على سطح المكتب بضغط عليه زر يميني وبختار استخراج الكل وبضغط على استخراج منلاحظ انه نفك الضغط عن مجلد الفريموير ومنلاحظ انه موجود عندي على سطح المكتب بهذا المكان برجع لصفحة تحديث السوفتوير اللي عندي وطبعا برجع بأكد فيك تعمل هاي العملية اونلاين اذا كان الراوتر في عليه انترنت ولكن انا رح اعمل هاي العملية اوفلاين كرما للناس اللي ما عنده انترنت على الراوتر بشكل عام بضغط على براوز من هذا المكان ومنلاحظ انه عندي على سطح المكتب في مجلد اسمه Tdw9960jar1.20 راح ادخل عليه وملاحظ انه ضمن المجلد فيه عندي 2 SMS وملف الفرعموير راح اختاره وبذل dating فتح طبعا مثل ما انا ملاحظين اصدقائ انه الفرموير الموجود حاليا هو 1.5 راح نعمل upgrade ونشوف شو راح يصير رقام الفراموير بعد ما انتهى من عملية تحديث السوفتوير مينقلني لصفحة الراوتر الأولية اللي بدي أرجع سجل الدخول فيها لواجهة الراوتر. سجل كلمة المرور وبعمل لوجن. وبرجع بنتقل لصفحة الـ Advanced. وبنزل لتحت شوي لعند System Tools. وبرجع بدخول على Framework Upgrade. رح نلاحظ انه تم تحديث السوفتوير للإصدار الجديد اللي هو 230705. وفي حال حبيت تتأكد اذا في تحديث جديد للفريموير فيك تلغط على Check for Upgrade في حال وجود انترنت على الراوتر. رح نضغط عليها ونتأكد من هذا الشيء. منلاحظ انه أعطاني Your Framework is Up To Date. يعني انه الفريموير اللي موجود عندك على الراوتر محدث لآخر اصدار. وبهذه العملية اصدقائي منكون حلينا مشكلة التعليق والتهنيقة اللي موجودة بالراوتر او فصل الاجهزة عن الويرليس اللي عم تصير بهذا الراوتر. شكرا لمتابعتكن اصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.